حياكم الله نأخذ بعض الأسئلة التي جاءت على رقم البرنامج يقول إذا خرج من الدبر يقينا ريح لكن قليلة خرص إذا خرج انتهينك قليلة كثيرة إذن تفسد الوضوء يقول رجل العياذ بالله زنى بامرأة مطلقة ولكنه تاب وندم على ما فعل وتقدم لامرأة لخطبة امرأة أخرى هل توافق عليه أم لا إذا كان تاب حقيقة يجوز أن توافق عليه بشرط أن يكون يصلي وتشترط عليه ترك أصدقاء السوء لأنه يقول أنه له أصدقاء من السوء طيب يقول السؤال والدتي مدرسة وحصلت على تقاعد مبلغ من المال والمبلغ تصرف منه لاحتياجات شخصية وحيانا تنضي شهر لا تصرف منه هل تجب الزكاة عليه؟ طبعا تجب الزكاة عليه بالتأكيد ذكر المبلغ المبلغ فوق النصاب طيب يقول يعني كأنه استجراه الشيطان وداعب زوجته في نهار رمضان واستمر حتى الإنزال بدون جماع عليه التوبة إلى الله وإكمال اليوم وقضاء هذا اليوم والإكثار من النوافل بعد ذلك إن الحسنات ذبن السيئات الآن خرق صوم الفريضة سيقضيه لكن القضاء ما هو مثل الأداء فيكثر من نوافل للتعويض يقول كنت أعمل بمدينة سياحية في بيع مواد غذائية تحتوي على خمور وأخذت مال بطريق غير شرعي فما الحكم؟ عليك التوبة إلى الله والمال الذي أخذته تعيده إلى صاحبي ولو سرا يقول حجيت نقول لعل حجك صحيح إن شاء الله ولكن مع التوبة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى يقول وصلتنا هدية بمناسبة القرقيعان هذا عيد مبتدع يفعل في وسط رمضان فلا تقبل منه ولا فيه ولا تعطو فيه لدايا لا تقبل ولا تعطي يقول الشيلات المحتوية على بعض المعازف لا تجوز الشيلات المحتوية على بعض المعازف لا تجوز طيب نبدأ بالأسئلة أيضا التي وردت الآن الأخ محمد من المغرب تفضل يا محمد محمد السلام عليكم عليكم السلام ورطي بركاته السلام عليكم عليكم السلام هل هي الآية للأخرة ورحمة الله هل هي الآية للأخرة في سورة البقرة من أذكار نوم أن أذكار نساء هذا السؤال الأول طيب تسمع الجواب سؤال الثاني السؤال الثاني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل هل ثبت أنه من أذكار الصباح طيب تسمع الجواب غيره السؤال الثاني سؤال الثاني هذه استعمال هذه استعمال هذه استعمال ما هي ما هي الصوت يتقطع يا أخي الصوت يتقطع يا أخي الصوت يتقطع طيب لعلك ترسله إرساء لعلك ترسله الأخ علي تفضلي علي السلام عليكم الشيخ في الحال عليكم السلام عليكم وبركاته وحياك الله الشيخ حكم من سافر إلى بلد تأخرت في عنصيان بلدته بيوم كامل ومكث فيها إلى العيد فهنا يصوم 31 يوما نعم يصوم معهم حتى لو صار 31 حكم الحكم من ذهب إليهم إذا كان عندهم رؤية شرعية أم محمد تفضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله حياكم الله تفضلي أنني عندك رجع يا شيخ أن تدعو لذولي بالصحة وطولة أرجوك يا شيخ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله ولكم ولإخواننا المسلمين الصحة والعافية والعفو والعافية ما هي الأفعال التي تقوم به المرأة وعندما تكون حقك في هذه الأيام تقوم بكل عبادة معدى ما منعت منه من الصلاة والطواف ومس المصحف لكنها تذكر الله تقرأ القرآن من حفظه إيه إسمعي تقرأ أقول جزاك الله خير خلاص إن شاء الله سنأتيك الجواب تقرأ القرآن من حفظها أو من الجوال بدون مس المصحف وتذكر الله والتوبة وكذلك التفكر والتدبر وأيضا الاستغفار أذكار الصباح والمساء إنشغال الذكر دائما اللسان بالذكر الدعاء الأدعية الأدعية كل ما ثبت من الأدعية الصحيحة يمكن تأتي به وتقوله وما عندها من أدعية خاصة بها من خير الدنيا والآخرة أيضا مع أعمال البر الأخرى من خدمة الصيام أهل الصوم إطعام الطعام الإحسان إلى الجارات وكذلك خدمة الزوج وتربية الأولاد هذه كلها من الأعمال الصالحة فهي تذكر ربها في هذه العشر حتى في هذه الليالي الشريفة الفاضلة في الليالي لو قاعدت تذكر الله قاعدت قاعدت تذكر ما عندها إلا ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن من غير مس المصحف والتوبة وتحاسب نفسها الإنابة إلى الله والتفكر في خلق السماوات الأرض حتى في حتى في التدار يعني في معاني الآيات تقرأ التفسير تقرأ التفسير ليش؟ لا ألم يكن عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع جبريل كل ليلة يتدارسان القرآن طيب عبد الرحيم يتفضل يا أخي من الجزائر هالو أيوة هالو نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو محمد السلام عليكم شيخنا الفاضل عليكم السلام وبركاته الله يجزيك بخير على ما طعمت أدمر الأمة الثامية إن شاء الله حياك الله يا أخي وعلينا شيخنا الفاضل تفضل هل أخذت الدواء النسائي في نهار رمضان يفسد الصيام وهل لحظة لحظة ما يعني الدواء النسائي يعني التحاميل يعني التحاميل النسائية والحجاب تحاميل طيب وهل هو موجب الغسل التحاميل طيب وهل الكشف النسائي يفسد الصيام ويجب الغسل منه كمان وهل الكشف النسائي يفسد الصيام الصيام ويجب الغسل أو وكذلك يعني كسطك والطهارة أي نعم الطهارة أي طيب تسمع الجواب إن شاء الله حياك الله حياك الله طيب طبعا هنا عندنا الأخ محمد من المغرب تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما حكمه استعمال تد بالنفس مثل أقراص النوم والأعصاب والوساويس ما حكم إيش يا أخي استعمال عقاقير عقاقير تد بالنفس تد بالنفسي أيوه 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 عقاقير تد بالنفسي مثل الوساويس والأعصاب طيب يعني إيش حكم بلع بلع هذه العقاقير بلع في نهار رمضاء لا حكم الشار لا حكم الشار في استعمالها دوما إذا قرر الأطباء إيه وإذا قرر الأطباء الثقات أنها نافعة وليس لها أضرار أكثر من منفعتها فيأخذها أما إذا كان لها أضرار أكثر من منفعتها فلا يجوز أن يأخذها سؤال الثاني سؤال الثاني هل غسل 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 تقل مع الأنتيين مع الخصتين أو الأنتيين هل هذا من المذي أمن الولي والمذي كلاهما هذا من المذي يا أخي ورد هذا الحديث في المذي أما الودي فهو مثل البول كيف يغسل البول يغسل المخرج فقط أما غسل الأنتيين مع الذكر خاص بالمذي طبعا المني سيغسل الجسم كله نور من العراق السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا شيخ أختي متزوجة منذ ما يقارب السبع سنوات ولم تنجب وهي راضية بقضاء الله وقدره لكن دميلاتها في العمل يضايقونها ويعيرونها بعدم الإنجاب وهي تتألم كثيرا من سلامه فبماذا تنصح يا شيخ؟ من هي الآن تسمعه نعم هذه تصبر على أذاهم ولها من الله الأجر في الصبر ومع الأسف أن الأذى قد يأتي أحيانا من الأقارب ويأتي أحيانا من الأصدقاء ومن المعارف لو كان من الكفار نحن نعرف قول الله لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة فهي الآن تصبر وتتقي ولا يضرها كلام هؤلاء إن شاء الله وهي منصورة عليهم والعاقبة لها والأجر لها في الآخرة وهؤلاء الذين يستهزئون إذا ما تابوا إلى الله وما اعتذروا منها وما تحللوا منها وما استسمحوا منها فإنا ستأخذ من حسناتهم يوم القيامة فعليهم التوبة إلى الله والكف عن الإيذاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إذن هذا إثم لأنه إيذاء ما ذنبها أن كانت عقيما ممن جعله الله أو كان زوجها ربما لا يكون منها شيء أصلا أيضا والله قال ويجعل من يشاء عقيمة هذه تمشيئة الإلهية هل يستهزئ بمثل هذا والله تبا لهذه التصرفات السيئة ونعوذ بالله من الخذلان أن الواحد يستهزئ بخلقة شخص أو قدر الله عليه بحادث أو قدر الله عليه أنه عقيم ثم يستهزئ به وبعض ألسن النساء لا ترحم ولذلك الله قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء معاني نساء داخلات في القوم لكن أفردهن بالذكر لما يقع منهن من هذا فعليهن التوبة إلى الله طيب آية من ليبيا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته عندي ثلاث أسئلة يا شيخ نعم بالنسبة لأنا في دائما في رمضان ولا من غير رمضان تقيق عمدا عندي ألم في أهل المعدة يعني هذا يعني قيء لا لحظة القيء هذا يأتيك رغما عنك ولا أنت تفعلينه بنفسك لا رغما عني خلص إذا ما يقال عمدا لا يقال عمدا خلص هذا شيء يأتيك رغما عنك وصيامك صحيح ما العودات يعني اليوم لا سؤال الثاني على البرامج هذه اللي يعطي فيها في جوائد يعني لو أنا شاركت في البرنامج بيقول ندفع شيء نبعث رقمي للبرنامج ويعطيني جائزة شاه حرام أو لا هل تدفعين شيئا عبر الفواتير أو غيره تدفعين مالا لا خلص لا بأس لا بأس قالوا قالوا هاتوا أرقامكم وسوف نعمل سحب عشوائي ونعطيه هدية اللي يطلع له لا مانع ما دام أنه ما في دفع مقابل من قبل معطي الرقم ما في دفع مقابل لا مانع أم محمد من العراق تفضلي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ والدي في أجهة أربع بنات نعم وقالت إذا جاني ولد يعني وقامي حلق لحيثة أذبح له حوالي الوجه الله ما قالت الوجه الله يعني ما قالت الوجه الله أذبح له إيش أذبح له إيش عجل 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 طيب جاه ولد بس واضح جاه ولد بس هي ما قالت لوجه الله بس واضح أن قصدها أن تذبح لله بس هي ما قالت يعني لوجه الله هي ما قالت ولكن ما هي نيتها ما هي نيتها ما هي نيتها لحظة يحظى يا أم محمد هي قالت إذا جاني ولد إذا جاني ولد سأذبح لأذبحن أو سأذبح كذا ذبيحة سأذبح عجلا سأذبح عجلا كذا نعم نعم بنية النذر يعني نوات النذر صح نوات نذر نوات نذرا أن تذبح عجلا إذا جاء ولد تذبح عجل أليس كذلك نعم نعم يا شيخ خرص إذا تذبح العجل توزع الفقراء أبو محمد من المغرب تفضل السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا شيخ نحبكم في الله حبك الله عندي سؤال يا شيخ يعني سبها يعني شبها يتقال الله عز وجل يتقال الله يا عيسى إني متوفيك وراطئك إلي ومطعرك أنه الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الشبها يا شيخ يعني جائل الذين اتبعوك يعني اتبعوا دينك أم ماذا إلى يوم القيامة يعني هل حتى فترة بعتم محمد الله وعليه وآله وسلم أم إلى يوم القيامة يعني يتبعون دينهم أم ماذا يعني هذه يا شبها الله عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله خير الجزء عليكم السلام وبركاته طيب جاع الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة الذين اتبعوه يجب أن يتبعوه في كل ما قاله ومما قاله عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إذن كل متبع لعيسى يجب أن يؤمن بأحمد إذا ظهر وأي متبع لعيسى إذا ما آمن بأحمد إذا ظهر فلن يكون متبعا لعيسى إذن كل من اتبع عيسى يلزمه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن عيسى أخبر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبشر بذلك وأخبر عن وجوب اتباعه وذكر صفاته في الإنجيل الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مذكورا مكتوبا موصوفا في التوراة والإنجيل هذا الذي جاء به عيسى إذن جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا فوق هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة طيب الذين اتبعوه يلزمهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعوه وسوف ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان فمن الذين يتبعون عيسى عليه السلام ومن الذين يقاتلون معه الدجال عيسى سيقود الأمة في آخر الزمان وسوف ينحاس بهم إذا ظهر يأجوج وما أجوج ينحاس بهم من جبر الطور وسوف يقود لقتال الدجال ويقتل الدجال بيده سوف يطهر عيسى عليه السلام الأرض من الشرك ولن يقبل لا ذم لا جزيا ولا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يعبد إلا الله في الأرض إذن سيحكم عيسى آخر الزمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم سينزل من السماء ويكون مأموما خلف الخليفة المهدي الذي يصلي به إماما على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض فإذن يكون الذين اتبعوه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان إلى يوم القيامة سيكونون معه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن يتبع عيسى من المؤمنين إذا نزل عيسى من السماء سيكون اتباعهم له على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذن ماذا بقي؟ ما بقي شبهة؟ الحمد لله أم أمين فضلي نحن نوصي نحن نوصي بعدم استعمالها لأنها تسبب اضطرابات في الهرمونات ومشاكل لكن لو أن امرأة استعملتها فانقطع الدم تماما فإن لها أن تصوم خلاص إذا انقطع الدم تماما تصوم وتصلي صارت في عكم الطاهر أبو محمد تفضل أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال شيخ؟ إياك الله أحسن الله إليك شيخنا أسأل عن إطفاء الأنوار في صلاة القيامة أرفع الصوت أسأل عن إطفاء الأنوار إطفاء الأضواء أضواء المسجد أيوة أيوة في صلاة القيام أيوة طيب طيب تسمع الجواب إطفاء الأنوار في صلاة القيام تسمع الجواب إن شاء الله حياك الله الأخ فهد فضل يا فهد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزيك الله خير يا شيخ عندي سؤال بالنسبة للقروب مثلا في قرض من يقترب يعني يأخذ فوائد 500 ريال قصد شهري 500 ريال هذا ربا صريح اللي يقرض قرضا ويأخذ فائدة 500 ريال شهريا هذا ربا صريح جدا طبعا الربا ملعون الآكل والمؤكل طيب هل ينطبق يعني مثلا بعض الملوك يعني عن الإسلامية يعني تأخذ فوائد يعني تأخذ 15 ألف أولون أي بس هم يقولون نحن نبيعك سلعة يبيعك أسهم مثلا يبيعك أسهم وتعيدها لهم بالتقصيد يعني المقصود أنهم لا يقرضونك ويأخذون زيادة يبيعونك أسهم بالتقصيد فيربحون بالزيادة على سعر النقد ويقولون نحن نبيع بيعا وليس نقرض قرضا إذا صار قرض بأنه حرام طيب باع بطاقات الشحل سوى بطاقات الشحل إذا واحد باع بطاقات سوى للثاني بالأقصاط مثل هي قيمتها الآن ألف قل له أبيعك يا إلى سنة بألف وخمسمية لا مانع كما تبيع أي سلعة الآن بالآجل وتزيد في قيمتها لأنها بالآجل حياك الله الأخ محمد من ليبيا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوى لي يا شيخ حكم زكاة الفطر أنا الأحسن والمستحف إخراج عمال أو إخراج طعام للعلم أنه في لما تحررنا أن الناس الذين تستحقوا زكاة الفطر يكونوا محتاجين للمال أكثر في اللي يشري فيه علاج يا أخي الشرع أمرنا أن نخرجها طعاما فنحن نخرجها طعاما وعندك عندك لأجل النقد زكاة المال زكاة المال أكثر بكثير من زكاة الفطر زكاة المال الزكاة الفطر كلها صاع صاع من طعام زكاة المال زكاة المال واحد على أربعين اثنين ونصف في المئة خمسة وعشرين في الألف من أموال الناس وعروض التجارة والذهب والفضة والأوراق النقدية والأرصيد المالية وعندك الصدقات يعني في مصادر للنقد غير زكاة الفطر يعني ما وقفت الآن على العشر هذا ريال ولا على دينار ولا دينارين على مقدار زكاة الفطر وأنه نريد أن نخليها طيب زكاة المال مصدر للنقد اللي يحتاج النقد الفقير من وين يأخذ النقد عنده زكاة المال عنده الصدقات هذه زكاة الفطر اللي الشرع الجاقة جعلها صاعا من طعام بس وليد من المغرب السلام عليكم يا أخي وعليكم السلام ورحمة الله بركاته والله أحبك في الله يا أخي أحبك الله يا أخي قل لي أشياء عندي سؤال يا أخي فضل فضل الشيعة إذا إذا إيش هل يجوز أن نصلي عليه إيش إيش ما فهمت الشيعة إذا ذكروا الرسول ها إيوه إيوه أنت الآن أنت الآن لو يعني شوف من البخيل من ذكرت عنده فنم يصلي عليه طيب البخيل أتدرون من البخيل ما البخيل يا رسول الله البخيل من ذكرت عنده فنم يصلي عليه لو ذكر كافر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه يعني هذه واضحة ما فيها لبس يعني لو أن كافرا ذكر عندك رسول الله قال نبيكم محمد أنت تقول صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فنم يصلي عليه ذكرت من قبل أي شيء من قبل أي شخص ذكرت عنده فنم يصلي فنحن نصلي عليه إذا سمعنا ذكره من كائن من كان لا رضا بالقائل ولا موافقة للقائل ولا اتباعا للقائل لكن لأننا سمعنا اسمه سمعنا اسم نبينا عليه الصلاة والسلام سمعنا اسمه فلا نملك إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان من تكلم قد يكون كافرا وقد يكون ملحدا يقول نبيكم محمد نقول صلى الله عليه وسلم صالح تفضل صالح السلام عليكم شيخ الله عليكم السلام وطي بركاته كيف حالك شيخ الله حياك الله يا أخي أحبك يا شيخ الله يا سيد أحبك الله حياك الله الله معي أنا أنا يمني احنا مغيم في السعودية معي أنا وصديقي مني أنا بالنسبة للوالد الله يهديه ما يسلي التراوح وأنا حبي للوالد يعني أفكي أفكي يعني أخاف أنه ما يدخل معي لجنة يعني يعني تسراح مقصر وفي الهذا علما أني رأيته أنا صغير في المنم أني أخرجتها من الماء وصديقي معها أبوه لا يصوم يعني ما يصوم أبدا يعني يشرب ما ويشرب يقول يرفض الصوم أبدا نرقو أنك النصيحة لهم لحظة شفية أنت أبوك ما يصلي التراوح بس يصلي الصلاوات الخمسة أيو الحمد لله يصلي بس التقصير يعني يصلي الله يعني طيب ويصوم رمضان أيو الحمد لله الله أمك الحمد بس أولا أولا يا صالح شوف ما في أحد فينا يضمن أنه يكون هو في الجنة يعني قولك أخاف أبوي ما يدخل معي الجنة أنا وأنت ما نضمن ما نضمن ندخل الجنة ولذلك نسأل الله أن يدخلنا الجنة برحمته وقد يعني ربما مثلا ننظر أو ننتقد أشخاص فيدخلون قبلنا ما ندري فلذلك لا نضمن أين نكون نحن لكن نحن نقول نسأل الله أن يدخلنا ووالدين الجنة ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فإذن نحن نوصي الوالد الوالدك نقول له احرص على صلاة الترويح هذه قيام الليل في رمضان وقد قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون إن الله وعد قائمي الليل بالأجل العظيم يوم القيامة لقيامهم الليل وأنهم يبيتون لربهم سجداً وقيامه أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وعد الله هؤلاء الذين يقومون الليل لأجله سبحانه بالأجر العظيم والثواب الجزيل فإذن نحن نحثه على قيام الليل واغتنام الأوقات الفاضلة ما يمر مثلها إلى السنة التي بعده ما ندري من الحي من الميت ما ندري وكذلك صاحبك الذي أبوه يقصر أيضاً في الصلاة أو في الصيام يجب عليه أن يستدرك وأن يرجع إلى الله هذه أركان للدين يعني نحن أهل الإسلام إذا ما قمنا بالأركان الخمسة إيش بقي هذه الأركان الأركان أي بناء سيبقى لنا بدون أركان الإسلام بناء كبير له أركان خمسة إذا ما في أركان إسلامنا سيقوم على ماذا بني الإسلام على خمس إذا ما في أركان البنيان يقوم على ماذا ينهار لابد أن نقيم هذه الأركان طيب حسن تفضل يا حسن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك أحبك الله أحياك الله أسأل بعض الأسلاء السؤال الأول عن صحة حديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما قد يتبوى مقعده من النار هذا الحديث صحيح أيوة نعم هو صحيح نعم تفضل تفضل نعم والسؤال تعني قور الصوات لما روّع مسلما فقد كفر بما أنزل على محمد هذا من روّع مسلما فقد كفر بما أنزل على محمد طيب من روّع مسلما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم طبعا ترويع المسلم ثابت في أحاديث أخرى نهى أن يروّع المسلم وأخاه لا يأخذن أحدكم عصى أخيه لاعبا جادا يعني لا هازلا ولا جادا لا يأخذ متاع أخيه ولا عصى أخيه فذاك يرتاع يقول أين ذا من أخذها ويرى أن هناك ناس تربصون به وحوله ناس أخذوا متاعه وأنه الآن مهاجم وأنه الآن مستهدف فلا يجوز الترويع وبعضهم يستعمل الأقنعة المخيفة في الليل مثلا يفاجئ شخصا بقناع مخيف ترويع هذا محرّم بعضهم يروع واحد بالسيارة يدخل عليه فجأة بالسيارة يقول أقصد يعني أمزح معه أم تمزح معه هذه مسحة تكلف أرواح تكلف أرواحا واحد يخرج الثاني بالظلام بصوت مفزع الترويع حرام نهى أن يروع المسلم أخاه إذن لا يجوز أن يروعه ما يأخذ أشياءه يجعله فزعا قلقا من أخذ حقيبتي من أخذ مالي من أخذ متاعي طيب أيها الأخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله مواقف وأحداث نعيشها كل يوم فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب مع الأولاد والأحفاد مع الجيران مع الأصحاب مع الفقراء وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر في مزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نائل سات القارة الأوروبية عبر قمر الهوتبيرد قناة زاد العلمية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رمضان شهر القرآن شهر تزين فيه المساجد بأجمل التلاوات في التراويح وما بين الصلوات يقبل فيه الصائمون على المصاحف لتلاوة الخطمات تلو الخطمات فقد كان السلف يحرف حياكم الله أيها الأخوة والأخوات الآن نبدأ بالأسئلة الأخ قال الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة متى تقرآن؟ هو الحديث من قرأ بالآيتين من سورة البقرة من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه فإذا لو قرأوا ما قبل النوم قيل كفتاه عن قيام الليل وقيل كفتاه عن قراءة القرآن قيل كفتاه من شر الإنس والجن وقيل كفتاه من كل شر المهم كفى يكفي معروف معنى الكفاية وأنه صار مكفيا وأن هاتان الآيتان فيهما فوائد كثيرة جدا وكذلك فإن هاتين الآيتين من سورة البقرة عظيمتان في معناهما وما اجتملتا عليه من التوحيد وأمور الإيمان والتسليم لأمر الله سمعنا وأطعنا وطلب المغفرة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا لو اسعى طيب يقول أيضا السؤال إعطاء المرأة ما لها لزوجها المدين إذا كان مطالبا في دين مباح ما عنده تعطيه لا مانع لأنه من الغارمين أبسط طريقة لحفظ القرآن التكرار والله شوف بعض الشناقطة يكرر بعد أذكار كل صلاة عشرين مرة إذا يحفظ صفحة يكررها عشرين مرة بعد أذكار كل صلاة وقول له خلاص خلاص انحفرت حفرا خلاص إلا بأمر الله تقول امرأة على دين أهل الشرك هداها الله وانضمت إلى أهل السنة والجماعة وتركت الشرك والخرافات وما يفعل عند القبور لكن في بيء أو زوجها على نفس المذهب الشركي هذا وهي تخاف والله إذا استطعت تدعو زوجها إلى الله ليكون موحدا الحمد لله تفعل هذا من جهة النتائج أسهل شيء بس من جهة القيام به فيه قد يكون فيه صعوبة فإذا ما استطعت خلاص تفارقه فتفارقه وخلاص تتزوج بموحد من الموحدين فإذا لم تستطع قد تكون مأسورة قد يكون لو علم بها قتلها يوجد خلاص تكون مكرهة تتعبد تعبد الله بينه وبين الله وتقوم بأوامر الله كما على ما تستطيع والحمد لله حسب حالها نحن ما ندري قد يكون قد يكون يصل القتل ما ندري فبحسب الله يكلف الله ونسأل مسعها فأتوا منه ما استطعتم طيب وبالنسبة لسؤال يقول ما حكم ما هي الحكمة من توريث إخوان وأخوات المتوفى طبعا كاتب المتوفى المتوفى غرط المتوفى هو الله عز وجل الله يتوفى الأنفسه وهو الذي يتوفاكم بالليلي إني متوفيك إلي إذن المتوفى هو الله أما المتوفى مفعول اسم مفعول فهو الإنسان الميت ما معنى ما معنى ما معنى يتوفى يقبض يقال استوفى فلان من دين ومن فلان إذا قبضه فإذا الله يتوفى الأنفس يقبض يقبض الأرواح يأخذها إليه فالمتوفى هو الله المتوفى الميت قالوا واحد راح إلى مكان عزة أو مكان يعني فقال من المتوفى واحد عنده لسان صحيح فقال الله عز وجل فضربوه حتى كاد يغمى عليه من جهلهم باللغة وهو قصد خير عليتي حال بالنسبة للسؤال الأخ يرث من أخيه إذا لم يترك أبا ولا ولدا ذكرا يعني الكلالة ما هي الكلالة ما لأصول ولا فروع ما لأب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا ابن ولا بنت ولا حفيد ولا حفيدة هذا اسمه كلالة من التكليل لأن إخوانه وأخواته يحيطون بي مثل الإكليل طيب فإذا مات وعنده أخ وعنده بنات وليس هناك ورثة آخرون البنات لهن الثلثان فرضا لأن الله قال فإن كنا نسان فوق ثنتين فلاهن ثلثة ما ترك والباقي للأخ تعصيبا من العصبة العصبة التي تحيط بالرأس العصبة هؤلاء الإخوة كالعصبة وكذلك أقرباهم من جهة أبي عصبة العم ابن العم الأخ ابن الأخ عصبة طيب إذا كان لا يوجد إذا كان يوجد الآن شقيق البنات لهن الثلثان والشقيق يأخذ الباقي عصبة طيب قسمة الميراث ما جعلها الله للعباد هو قسمها بنفسه وفيها حكم عظيمة وعلينا التسليم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أن يوم أقرب لكم نفعة إذا واحد كان كلالا ما عنده أصول ولا فروع من الذي يأخذ تريكته من الذي يأخذ تريكته العصبة يعني إخوة أخوات طبعا الأقرب يحجب بالأبعد يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب أما الأخ لأم لا يسقط لأنه يرث بالفرض يأخذ السدس وإذا كانوا مجموعة يأخذون الثلث يقول هذا السؤال امرأة تعتد للوفاة وخافت عليها حماتها هل لها أن تخرجها حماتها إلى بيتها ما شاء الله ما شاء الله هذه الحماة العظيمة التي تخشى على كنتها وعلى زوجة ابنها وتريد أن تضم إليها هذه الحماة هذه الحماة الصح التي عندها رأفة ورحمة بها لكن نقول الزوجة ما تخرج من البيت من بيت الزوجية لحديث فريعة بنت مالك أمرها أن تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله إذا ما يجوز تطلع من بيت الزوجية إلا للضرورة مثلا صاحب البيت طلعهم يجار انهدم البيت صار في حرب منطقة صار فيها قصف حي كله حرمية ونصوص وحاولوا يتسوروا البيت عليها خلص صار الآن شيء قهري طراري أما في الأحوال العادية ما يجوز تترك بيت الزوجية لأن هذا حق للزوج الميت لازم تعتد في بيته أربعة أشهر وعشرة أيام وحمات أجزاء الله خير على حرصها ولكن ما يجوز تطلعها من بيت الزوجية بدون ضرورة طيب يقول السؤال ماذا يفعل من شك أنه هل صلى العصر ولا لا ودخل وقت المغرب إذا واحد شك هل صلى ولا لا ما هو الأصل أنه صلى ولا أنه ما صلى سؤال واحد شك هل صلى ولا ما صلى الأصل أنه ما صلى حتى يثبت أنه صلى فذمة مشغولة هذا إذا ما كان موسوس طبعا إذا ما كان وسوسة وسوسة لا يلتفت إليها طيب واحد شك صلى العصر ولا لا دخل المغرب ماذا يفعل يبادر للعصر يصليها يقضيها الآن ومن نام عن صلاة ونسيها في وقته ويذكرها ولو بعد المغرب ويرتب العصر أولا ثم المغرب طيب يقول ما حكم إزالة شعر الوجه بالليزر الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام شعر أمر الشرع بأخذه العانى والإبطين وقص الشارب شعر حرم الشرع أخذه شعر اللحية شعر حاجبين النمص شعر مسكوت عنه لا أمر ولا نهى الإباحة تبت أخذه أخذه تبت خليه خليه كشعر الساق الذراعين الصدر الظهر طيب فالآن يعني إزالة الشعر المباح هذه ينظر فيها إلى المصلحة نجي على قضية شعر الوجه تقول إذا كانت اللحية للرجل لا الشارب يقص ما طالع عن الشفى العليا ويخفف الشارب يخفف يخففه ينهكه إنهاكا مثل ما ورد في الحديث أنهك الشوارب إذن هذه المفتولة فتل الشوارب ما هو من السنة من السنة أخذ السبالين السبالين يعني قص السبالين السبالان طرفاء الشارب طيب وقص ما طالع عن الشفى العليا وإنهاك الشارب إضعافه المرأة إذا نبت لها لحية أو شارب تأخذها على طول وأما شعر الحاجبين النمص لا يجوز طيب لو تعدى الشعر طلع إلى الأعلى هذا صار كله شعر كله شعر خرص جاز أخذ المشوه الذي خرج عن حد العادة المشوه الذي خرج عن العادة بالنسبة للليزر إذا كان لا يضر يأخذ به ما يجوز أخذه يأخذ بالليزر ما يجوز أخذه وإن كان يضر لا يستعمل بعض النساء تستعمل الليزر في أخذ الشعر ولكن تفعل لها مرأة أخرى في العورة وهذا لا يجوز لأنه فيه كشف عورة مغلظة بغير الضرورة خرص الشعر جاء الشرع جاء بحلق العانة ليش لازم الليزر في موضع العورة ومرأة أجنبية تطلع وين الضرورة؟ ما في الضرورة يقول ما هو مقدار الدم اليسير المعفو عنه؟ الدم اليسير عندنا الأربعة يعفعا لكن كم مقدار اليسير؟ منهم من ضبطه بمقدار الدرهم يعني نص ريال نص ريال المعدن نص ريال المعدن ومنهم من قال عرف فما هو يسير عرفا؟ نقطة نقطتين لا يعفعا وإذا كان فاحشا أكثر لا يعفعا إذا كان غير يسير لا يعفعا طيب يقول السؤال هذه الآية يصيكم الله في أولادكم للذكر متحظ الأنثين خاصة بالميراث ولا حتى في حياة الأب العطية قال بعضهم يسلك في العطية ما يسلكه في الإرث ويعطي الذكر ضعف الأنثة وقال بعضهم وهم الجمهور جمهور العلماء غير الحنابلة قالوا يسوي بينهم لحديث بشير بن سعد سوي بينهم والآخرون قالوا مثل الميراث نعم والأمر فيها إن شاء الله فيها سعة طيب السؤال عن الأخ اللي قال التحاميل طيب إدخال مرهم قرص للعلاج أو إدخال الطبيبة الكف للفحص أو جهاز هل يفطر وهل تكون على جنابه الجواب لا تكون على جنابه ولا يفسد به الصوم الفحص والتحاميل المهبلية لا تصبح على جنابه ولا يفسد به الصوم طيب السؤال يقول تطلب الطلاق من زوجي لأدفع الأسباب أيوة امرأة طلب الطلاق من زوجي من غير ما سبب فحرم علي رائحة الجنة هذه فيها وعيد كبير طيب يقول دخل في مشروع عقاري وبناء فلل وبعدين بعناها وربحنا ومر على المشروع سنة واستلمت الأرباح بالإضافة إلى رأس المال نقول إذا مرت سنة على رأس المال زكي هو والأرباح إذا طلعت الأرباح قبل الحول ولو بيوم طيب يقول السؤال سجود التلاوة نقول مستحب مستحب وقال بعض العلماء بوجوبة بس الجمهور على أنه مستحب يقول بعض الناس يقرأ أجزاء ما يوصل ببعض ما يوصلها ببعض لا مانع لا مانع في الصلاة ولا في خارج الصلاة لو راح اخترأ مختارات مختارات لا مانع لو قرأ مختارات لا مانع طيب أيضا يقول طيب حقيقة الوقت انتهى فنعتذر والله للإخوة الله نحن يعني في الحياء منكم والخجل منكم لكن ما نملك الأوقات الوقت انتهى فنرجو المعذرة والدعاء بالمسامحة لكل إخوة والأخوات الذين أرسلوا وما استطعنا نرد عليهم نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا استوديعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسابقة القرآنية اليومية كان سؤال الحلقة السابقة آية في سورة فاطر سماها أحد العلماء آية القراء ما هذه الآية ومن الذي سماها بذلك والإجابة الصحيحة قول الله تعالى إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَهُ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ والذي سماها بذلك هو مطرف بن عبد الله رحمه الله فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت سوسا إبراهيم سليم أبو لبن من الأردن سؤال الجزء الثالث والعشرين من القرآن الكريم الطاعات السابقة تكون سببا للنجاة من المهلكات اللاحقة ومن تعرف على الله في الرخاء كان في عونه في شدة اذكر آية من سورة الصفات تدل على هذا المعنى للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة التالية يعلن اسم الفائز يوميا جائزة المسابقة ألف ريال سعودي يوميا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ترجمة نانسي قنقر